شهد وزير البترول وثروة المعدنية طارق الملة وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة فرانك هارتمان توقيع خطاب نوايا لتعاون بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس وشركة فرنيتر دايا الألمانية وذلك للتعاون في مجال خفض الانبعاثات الكربونية في منطقة امتياز دسوق التي تعمل فيها الشركة الألمانية ويتم من خلال هذا الخطاب تحديد مجموعة الأنشطة التي يمكن للجانبين العمل عليها في هذا الإطار والاستثمارات اللازمة لتحقيق ذلك يأتي هذا التوقيع في إطار جهود وزارة البترول بالتعاون مع كياناتها وشركائها العالمين وكافة عناصر منظومة البترول المصرية في العمل المستمر من خلال برنامج تحسين أنشطة الإنتاج على خفض الانبعاثات الكربونية والتحكم فيها والاستغلال الاقتصادي لغاز الشعلة ترجمة نانسي قنقر